مرحبا بحضركم مرة تانية خلينا نبتدي من أولى أخبارنا النهاردة وبنتكلم عن اجتماع مهم تم عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع علشان متابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية يمكن كنا منسمع في الفترة الأخيرة منشدات أو يعني العديد من أولياء الأمور وخاصة طبعا الأمهات على الموضوع بتاع الامتحانات والوقت بتاع قطع الكهرباء علشان يعني كان بتتقطع الكهرباء بالليل وطبعا الطلاب سواء ما كان في المراحل العمرية المختلفة بيمتحنوا فدايما كان بيبقى فيه منشدات ان بلاش يبقى في قطع الكهرباء في فترة الليل لكن نخليها صباحا بشكل أفضل وده طبعا تم استجابة سريعة المستشار محمد الحموصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال ان الحكومة استجابت العديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بالتأكيد وده علشان يتم تغيير موعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا مرة تانية عشان طبعا الامتحانات بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العاب وأشار لأنه استجابة سريعة من الحكومة لتلك المطالب فالدكتور مصطفى مدبولي عمل بسرعة توجيه بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط وأضاف كمان المتحدث الرسمي أن وزارة الكهرباء اتخذت عدد من الإجراءات خلال الأيام الماضية مقرر أنها تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وده بداية من اليوم إن شاء الله لهو يوم الأربعاء ويتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال هتكون من 11 صباحا لغاية الخامسة مثلا نعتقد أن الفترة دي مش هيبقى فيها أي مشكلة ما يتم فيها قطع الكهرباء لأن بيبقى فيه لسه بيبقى فيه نور فلا عايزي يزاكر حيزاكر بمنتهى السهولة وكمان الوطارة علنت جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة وده حيكون ساعتين لكل منطقة بحيث أن الفترة دي تنتهي إن شاء الله في الخامسة ما سيئا طبعا بنتمنى لكل أولادنا وكل مراحل العمرية التوفيق بالتأكيد ونذاكر كويسا وهو ما فيش حجة خلاص ما فيش قطع الكهرباء فنبتدي نذاكر بقى فنبتدي نذاكر بقى